تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدين خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها عضة قط تود بحياة امرأة يابانية توفيت امرأة يابانية العام الماضي بسبب الأمراض المنقولة عن طريق القراد بعد تعرضها لعضة قط ظال وهو ما قد يكون أول انتقال مباشر للمرض من الثديات للإنسان بهذه الطريقة وكانت المرأة الخمسينية تساعد القط الذي كان مريضا وتوفيت بعد عشرة أيام إثر الحمى الشديدة إلى صحيفة الحياة مشاهدين التي اخترنا منها لكم عشرون لوحة للحب والسلام في لندن جهد معرض في لندن تحت عنوان رسائل حب وسلام بحبر وورق حضورا واسعا لشخصيات من دبلوماسيين ومسؤولين ونقاد متخصصين ومعنيين بالشأن الفني ويضم المعرض الذي يستمر حتى التاسع عشر من شهر آب أغسطس المقبل عشرين لوحة بأحجام مختلفة تجمع بين جمال الخط والكلمة في رسالة إنسانية تدعو إلى السلام والحب إلى صحيفة القبس الكويتية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم روما تمنع السياح من النزول في نافورة تاريخية أبدأ زوار نافورة تريفي الشهيرة في روما التزاما بقرار جديد يمنع السائحين من النزول في حوض النافورة التي تمثل معلما تاريخيا يعود لمئات سنين ودفع غضب عام من السلوكيات السيئة لزوار المناطق السياحية في العاصمة الإيطالية رئيس بلدية روما ليصدار قرار بتغريم أي شخص يمشي داخل النوافير أو يقف على حوافها إلى صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين التي نقرأ منها البيت الأبيض بلا حيوانات أليفة سيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول رئيس منذ عهد الرئيس الأسبق جيمس فولك الرئيس الحادي عشر الذي لم يكن يوجد لديه حيوان مدلل في البيت الأبيض فترامب لم يعطي موافقته على حصول ابنه الأصغر على حيوان مدلل ومن أشهر حيوانات البيت الأبيض كلاب بوش الأب وكلبي أوباما المائيين وقت كلينتون إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية مشاهدين ومنها ننهي جولتنا الصحفية توقيف امرأة تسببت في خسارة طليقها 800 ألف يورو أوقفت السلطات اليابانية امرأة في الرابعة والثلاثين من عمرها حطمت أربعا وخمسين آلة كمان وسبعين قوسا لزوجها السابق في متزرة موسيقية تجاوزت قيمة خسائرها 800 ألف يورو وأتهمت المرأة بدخول منزل زوجها السابق بعد تحطيم الزجاج وطالب طليقها بتعويض تجاوز 800 ألف يورو ترجمة نانسي قنقر